ترابزون تركيا تلك المدينة التركية الساحرة التي تتربع على ساحل البحر الاسود تشتهر بمناظرها الاخاذة وجبالها الشامخة التي تحتضن السحب هي ملاذ للباحثين عن الاسترخاء في الطبيعة البكر الساحرة في هذا الفيديو سنتعرف على خمسة وجهات تستحق الزيارة في ترابزون في الجزء الثاني من الفيديو سنتعرف على اهم المعلومات مثل الفنادق والمطاعم المواصلات والتقص وأفضل وقت للزيارة وغيرها أولا أجمل الأماكن خمسة أوزنجول تتلألأ كجوهرة متوارية بين جبال البونتيك الشمالية حيث تنساب مياه بحيراتها الفيروزية بسلاسة بين الغابات الكثيفة تعانق الصحب قمم الجبال المحيطة مما يضفي على المكان سحرا خاصا يخطف الأنفاس ينجذب السياح إلى هذا المعلم الطبيعي لاستكشاف مسارات المشي والتجول بين الوديان التي تزخر بأنواع نباتية متنوعة الأكواخ الخشبية المنتشرة حول البحيرة تعزز من جمال المشهد موفرة إطلالات بانورامية تستقطب عشاق الطبيعة تعتبر أوزنجول ملاذا للهدوء والاسترخاء حيث يمكن للزوار التقاط الصور الفوتوغرافية والاستمتاع بالجمال الطبيعي الخلهاب يتميز هذا المكان بتجارب التنزه الجبلي والاستراحات على ضفاف البحيرة مما يجعله وجهة مثالية لمحب الطبيعة والجمال الأصيل أربعة متحف آيا صوفيا لوحة فنية تنبض بروح العصور الوسطى يبرز جمال هذا المعلم في تناغم تصاميمه المعمارية وزخارفه الداخلية المفصلة يتميز المتحف بفسيفساء وجداريات تحقي قصصا تاريخية مما يعكس ثراء الفن البيزنطي الذي يسحر الأبصار تحيط بالمبنى حدائق خضراء تزيد من بهائه وتمنح الزائرين فرصة للتأمل والاسترخاء في أجواء تاريخية تعد نوافذ العريضة والأقواس الحجرية من السمات البريزة التي تلفت الأنظار في هذا المكان مما يجعل المتحف مثالا للجمال الأثري الفريد لا تفوت مشاهدة باقي فيديوهات تركيا في قناتنا اسطنبول بورصة بودروم أزمير أنطاليا قونيا وأنقرة والروابط في الوصف ثلاثة شلالات ترابزون المتواجدة في الريف الغني بالخضرة تعد من المعالم الطبيعية التي تتسم بالجمال الأخاذ والسحر الذي لا يقاوم تتدفق المياه بقوة عبر المنحضرات الصخرية مخلفة خلفها رزاز منعش في كل مكان من حولك تحيط بالشلالات أشجار الصنوبر الشلالة تستقطب السياحة للاستمتاع بالظلال البريدة والأجواء الهادئة تلتقي الأزهار البرية والأعشاب الأطرية مما يزيد من جمال المكان يمكن للزوار استكشاف المسارات الوعرة التي تؤدي إلى الشلالات مما يقدم مغامرة مثيرة وسط الطبيعة البكر الأصوات المنبعثة من تساقط المياه تخلق لحنا طبيعيا يسمع في كل زاوية مما يجعل الشلالة ملاذا للباحثين عن الاسترخاء والانعزال عن صخب الحياة اليومية أربعة مسجد ترابزون يتميز بتصميمه المامري الفريد الذي يعكس الطراظ العثمانية بلمسات محلية خاصة بالمنطقة يقف المسجد شامخا مع مئذنته الطويلة التي ترتفع فوق المدينة وهو مكان للعبادة يجمع بين الروحانية والجمال الفنية الألوان المستخدمة في الداخل تعكس طيفا من الأزرق والذهبية مما يخلق أجواء من الهدوء والترحيب يتمتع المسجد بإطلالة رائعة على المدينة والمناظر الطبيعية المحيطة ادعمنا بلايك إذا وجدت في الفيديو ما يفيدك خمسة بحيرة السمك تحيطها الجبال المغطاة بالخضرة وتعكس صفحة المياه النقية أشعة الشمس كمرئات ساحرة تتجلى فيها روعة الطبيعة بأبهى صورها حيث هامسات المياه وألوان الأزهار البرية التي تنمو بعفوية على ضفافها ثانيا معلومات عن ترابزون واحد ما هو طقس ترابزون؟ وأفضل وقت للزيارة تتميز ترابزون بمناخ معتدل على مدار العام في الصيف تتراوح درجات الحرارة بين عشرين وسبعين وعشرين درجة مئوية مما يجعلها مناسبة للأنشطة الخارجية والاستمتاع بالطبيعة أما في الشتاء فتكون الأجواء باردة مع درجات حرارة تتراوح بين خمسة وعشر درجات مئوية ويمكن أن تشهد المدينة بعض الأمطار والثلوج أفضل الأوقات لزيارة ترابزون هي الربيع من مارس إلى مايو والخريف من سبتمبر إلى نوفمبر حيث يكون التقص معتدلا ومناسبا للقيام بالأنشطة الخارجية وتجربة المناظر الطبيعية الخلابة شارك الفيديو مع من ستسافر إلى ترابزون معه اثنان ما هي خيارات الفنادق في ترابزون؟ وما هي أسعارها؟ فنادق ثلاث نجوم توفر إقامة مريحة بأسعار معتدلة تتراوح عادة بين أربعين وسبعين دولارا فنادق أربع نجوم تقدم خدمات جيدة بأسعار تتراوح بين سبعين ومائة وعشرين دولار فنادق خمس نجوم توفر فخامة وراحة فائقة بأسعار تتراوح من مائة وعشرين دولار وقد تصل إلى مائتي وخمسين دولار بيوت الشباب والشقق الفندقية تناسب الميزانيات المحدودة بأسعار تبدأ من عشرين دولار للليلة ثلاثة ما هي تكلفة تناول الطعام في المطاعم بيترابزون؟ المطاعم الشعبية والمحلية تتراوح أسعار الوجبات عادة بين عشر وعشرين دولار المطاعم السريعة تتراوح أسعار الوجبات بين خمسة وعشر دولارات المطاعم الفاخرة تبدأ أسعار الوجبات من ثلاثين دولار قد تصل إلى سبعين دولار للشخص الواحد أربعة ما هي أفضل الأسواق في ترابزون؟ سوق البازار الكبير سوق ميدان ترابزون مركز التسوق فورم ترابزون خمسة ما هي المدة المثالية لقضاء عطلة سياحية في ترابزون؟ ينصح بقضاء ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة أيام في ترابزون ستة ما هي المنتجات التقليدية والهدايا التذكارية التي تشتهر بها ترابزون؟ الشاي التركي يعد الشاي التركي من أشهر الهدايا التذكارية العسل المحلي تشتهر ترابزون بإنتاج العسل الطبيعي ذي الجودة العالية الحراف اليدوية مثل المجوهرات والأعمال الفنية المصنوعة يدويا الفواكه المجففة مثل التين والزبيب وهي هدية رائعة لمحب الأطعمة الصحية سبعة هل مياه الصنبوري آمنة للشرب في ترابزون؟ نعم مياه الصنبوري في ترابزون تعتبر آمنة للشرب ويمكن شرب مياه الصنبوري بثقة في معظم الأماكن العامة والخاصة ثمانية ما هو متوسط أسعار البقالة في ترابزون؟ متوسط تكلفة البقالة الأسبوعية لشخص واحد يمكن أن تتراوح بين ثلاثين إلى خمسين دولار أمريكية هذا يعتمد على نوعية الأطعمة والماركت ومكان الشراء حيث قد تكون الأسعار أعلى في المتاجر الفاخرة وأقل في الأسواق الشعبية تسعة ما هو متوسط سعر الطيران الداخلي في تركيا؟ متوسط سعر تذكرة الطيران الداخلي في تركيا يعتمد على عدة عوامل مثل المسافة والموسم ووقت الحجز ومع ذلك يمكن تقدير متوسط السعر بين خمسين إلى مائة وخمسين دولار أمريكي للرحلات الداخلية ذهابا وإيابا يمكن أن تكون الأسعار أقل إذا تم الحجز مسبقا أو خلال العروض الترويجية عشرة ما هي وسائل المواصلات في ترابزون؟ وكيف يمكن استخدامها بشكل اقتصادي؟ الحافلات العامة تكلفة التذكرة الواحدة حوالي واحد دولار ويمكن شراء بطاقات متعددة الرحلات لتوفير المال التاكسي وخدمات النقل بالتطبيقات تبدأ الأجر من حوالي اثنان دولار لفتح العداد وتضاف حوالي واحد دولار لكل كيلو متر الدراجات الهوائية يمكن استئجار دراجة بتكلفة تتراوح بين خمسة إلى عشر دولارات في اليوم مما يعد وسيلة مريحة واقتصادية لاستكشاف المدينة اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد